دينا كسير من البكتيريا اللي ممكن تسبب الى ارتفاع في درجة الحرارة ولكن خلينا نقول في الغالب الاحوال بيبقى مصاحبها اعراض اخرى يعني ارتفاع درجة الحرارة هل بيبقى معاها التهاب في الحل هل بيبقى معاها كحة خفيفة هل بيبقى معاها اي التهاب في جزء من اجزاء الجسم ادى الى ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة يا جماعة هو عبارة عن رد فعل من الجسم ورد فعل طبيعي من الجسم نتيجة حدوث خلل ما في الجسم نتيجة عدوى او نتيجة تأثر اي جهاز من جهازة الجسم فادى الى ارتفاع درجة الحرارة كنوع من الدفاع عن الجسم وكنوع من الانذار للانسان انه خلي بالك انت عندك العضو الفلاني في مشكلة انت عندك التهاب رئوي انت عندك التهاب في الحل انت عندك التهاب في الجهاز الهضمي وده بيحصل كتير جدا لما بيحصل نزلة معاوية وبتبقى شديدة جدا النتيجة تسمم غزائي نتيجة اي مشكلة في الجهاز الهضمي يحصل معها ارتفاع في درجة الحرارة فارتفاع درجة الحرارة حتى لو انت عندك جرح ملوس وحصل فيها عدوى بيحصل فيه ارتفاع في درجة الحرارة وبالتالي نتابع درجة الحرارة الى اي مدى هي مرتفعة نتابع الاعراض المصاحبة لها نتابع درجة الحرارة دي هل بتستجيب لخوافض الحرارة ولا لا اللي هي كل ست ساعات اللي بناخدها عادية جدا واهم الحاجات فيها اللي هي الباراستامول لو بتستجيب لها يبقى الامور بتمشي با استقرار وما فيش اي مشكلة لو ما استجابتش بيحتاج اخد بقى مضادة حيوي علشان نبدأ نقاوم هذه العدوى الموجودة التي ادت الى ارتفاع في درجة الحرارة الام طبعا ازاي تتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة اولادها طبعا احنا بنقول من الدرجة الاولى الاولاد بتعمل لهم كمادات خفف الملابس اللي موجودة عندهم طبعا احنا في فصل الشتاء فبنتقل الملابس لا في حالة ارتفاع درجة الحرارة بنخفف الملابس بنعمل كمدات مية ساعة بنعمل دوش مية فترة مش ساعة او طبعا يعني مية فترة تاخد دوش مية فترة ده بيؤدي بشكل كبير جدا لانخفاض في درجة الحرارة بندي خافض حرارة للاطفال الصغيرين في صورة اقماع اللي هو اللبوس ده بيجي نتيجة سريعة جدا الاطفال الاجبر سنا في صورة شراب بيشربوه والاجبر اكتر بياخد اقراس لو هو بتعود على بلق الاقراس وبرضو ده ما يخليش ان انا اسقط وخلاص لا بدور على سبب ارتفاع درجة الحرارة جاي منين وابدأ اتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة ده وسببه واشوف هتعامل معاه ازاي اذا يا سيدة الفاضلة ارتفاع درجة الحرارة يستدعي منك كمدات يستدعي منك ياخد دوش بمية فترة يستدعي تخفيف الملابس يستدعي سوائل بكتير جدا ان هو ياخد سوائل وعلى رأسها المية طبعا لازم يشرب مية بكميات كبيرة علشان تساعد في خفض درجة الحرارة وكمان يشرب سوائل وعصائر فرش على رأسها يشرب اللمون ويشرب البرتقان يشرب الجوافة يشرب الموز كل دي حاجات ما تحتوي على فيتامين سي بتساعد في السيطرة على اي عدوى موجودة زي ما قلنا قبل كده درجة الحرارة الجهاز المناعة بيحذرني بيقول لي خلي بالك عندك عدوى ومحتاج انك تتعالج هذه العدوى بالطريقة المناسبة